أنا أتكيف فعل تكيف يتكيف يعني يتكيف مع شيء ما I adapt I adapt adapt يعني يتكيف I adapt I adapt I adapt أنا أتكيف بسرعة I adapt quickly I adapt quickly I adapt quickly أنا أتكيف مع الوضعيات أو الحالات الجديدة بسرعة I adapt to new situations quickly I adapt to new situations quickly situations مفردها situation يعني وضع حالة كذلك موقف situations I adapt to new situations quickly I adapt to new situations quickly نحن نتكيف مع ثقافات مختلفة I adapt to different cultures I adapt to different cultures I adapt to different cultures cultures يعني ثقافات مفردها culture يعني ثقافة culture cultures نحن نتكيف مع ثقافات مختلفة عندما نسافر أو عند الصفر نحن نتكيف مع ثقافات مفردها We adapt to different cultures when we travel We adapt to different cultures when we travel We adapt to different cultures when we travel أنا تكيفت أو تأقلمت مع الوظيفة الجديدة بسرعة I adapted to the new job quickly Adapted يعني يتكيف يعني كذلك يتأقلم هنا صرف في الماضي I adapted أنا تأقلمت I adapted to the new job quickly هي تعتذر شابلجايزيس شابلجايزيس فعل أبولجايز معناه يعتذر هي تعتذر شابلجايزيس شابلجايزيس هي تعتذر عن سوء الفهم شابلجايزيس شابلجايزيس شابلجايز شابلجايزيس أنا أعتذر عن أي سوء فهم من جهتي أو من طرفي. أنا أعتذر عن أي إزعاج. أنا أعتذر عن أي إزعاج أو شيء غير مريح. هي تعتذر عن خطأها. هي تعتذر عن خطأها. هم يعتذرون عن الضجيج. تعتذر عن خطأها. نويز يعني ضجيج أو ضوضاء. أنت تعتذر لجارك. تعتذر عن خطأها. تعتذر عن خطأها. نيبر يعني الجار أو الجارة أنت تعتذر لجارك عن الموسيقى الساخبة يعني عالية في الصوت موسيقى الساخبة يعني عالية هل يمكنك مساعدتي في حل هذه المشكلة؟ موسيقى الساخبة يمكنك مساعدتي Pour Only Real In Visitas يمكنك مساعدتي أن تدرسي هل هذا تفعل هذاية؟ تفعل بعض هل الاحل يمكنك مساعدتي على تفعل هذا المهمة؟ أنا حقا ممتن الشخص الذي يحترف بالجميل يكون ممتنا I'm really grateful I'm really grateful Grateful يعني ممتن I'm really grateful أنا ممتن حقا للطفك نعم أحسنت I'm really grateful for your kindness I'm really grateful for your kindness Kindness I'm really grateful for your kindness أنت تغير رأيك You change your mind You change your mind You change your mind You change your mind easily You change your mind easily You change your mind You change your plans 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 if necessary You change your plans if necessary You change your plans before going out You change your clothes before going out هو يغير روتينه كل موسم يعني في كل فصل كيف نقول هي غيرت رأيها انتبهوا أصدقائي هنا نتكلم عن الماضي هي غيرت رأيها بشأن أو بخصوص الرحلة نعم أحسنت هو غيرت وضيفته هو غير وضيفته منذ عام يعني منذ سنة يعني منذ عام نحن غيرنا عنواننا يعني غيرنا العنوان نحن غيرنا عنواننا عندما انتقلنا نعم أحسنت نعم أحسنت نعم أحسنت هل غيرت رقم هاتفك؟ نعم أحسنت نعم أحسنت نعم أحسنت نعم أحسنت travel plans يعني خطط سفرنا الآن سنضيف بشكل غير متوقع غيرنا خطط سفرنا بشكل غير متوقع يعني فجأة بشكل غير متوقع يعني فجأة أو بغتة لقد غيرت صورة ملفك الشخصي يعني الصورة التي تكون على وسائل التواصل الاجتماعي أو صورتك الشخصية صورة شخصية أو صورة التي تكون على الملف لقد غيرت أو لقد قمت بتغيير صورة ملفك الشخصي أو صورتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لقد غيرت عنوانك دون إبلاغنا أو بدون إعلامنا سنعت بإمكاننا تنظر هم غياروا قرارهم هم غياروا قرارهم هم غياروا قرارهم لقد غياروا وجهة سفرهم دستناشن يعني الوجهة لقد غيروا وجهة صفرهم في آخر دقيقة أو في آخر لحظة They changed their travel destination at the last minute Last minute يعني آخر دقيقة أو في اللحظة الأخيرة أو آخر لحظة They changed their travel destination at the last minute هي لا تحب أن تتجادل She doesn't like to argue She doesn't like to argue لدينا فعل like فعل يحب argue يعني يجادل argue She doesn't like to argue هي لا تحب أن تتجادل مع أصدقائها She doesn't like to argue مع أصدقائها هي لا تحب أن تتجادل مع الغرباء يعني الأشخاص الغرباء مفردها مفردها يعني الشخص غريب stranger stranger strangers strangers الغرباء strangers She doesn't like to argue to argue with strangers أنا أسأل أسئل أسئلة لأتعلم أسئل أسئل أسئلة لأسئل أسئلة س Singing هي تطلب المساعدة عند الحاجة يعني هي تطلب فعل أو verb ask يعني يسأل قد يعني كذلك يطلب كما في هذه الجملة هو يطلب من والديه النصيحة ستطلب من المعلم التوضيح. She asks the teacher for clarification. Clarification يعني توضيح أو إيضاح. Clarification. She asks the teacher for clarification. هي تطلب معروفاً أو خدمة من جارتها. She asks for a favor from her neighbor. She asks for a favor from her neighbor. Favor يعني خدمة أو معروف. Neighbor يعني الجار أو الجارة. Her neighbor يعني جارتها. She asks for a favor from her neighbor. She asks for a favor from her neighbor. هو يطلب الإذن. He asks for permission. He asks for permission. Permission يعني إذن. He asks for permission. He asks for permission. Permission. ويطلب الإذن للمغادرة مبكراً. أو باكراً. He asks for permission. To leave early. He asks for permission. هو يطلب الإدن قبل استخدام الهاتف هو يطلب الإدن قبل استخدام الهاتف هو يطلب الإدن قبل استخدام الهاتف هي سألتني عنك انتبهوا أصدقائي هنا نتكلم عن الماضي هي سألتني عنك هي طلبت من صديقتها معروفا هي سألتني عنه هم طلبوا مزيدا من المعلومات أو المزيد من المعلومات هي سألتني عنه هم طلبوا مزيدا من المعلومات حول الحدث أو عن الحدث هم طلبوا مزيدا من المعلومات حول الحدث هم طلبوا مزيدا من المعلومات حول الحدث أنا أبحث عن معلومات أنا أبحث عنهم أنا أحتاج إلى مزيد من المعلومات حول هذا المشروع. أحتاج إلى مزيد من المعلومات حول هذا المشروع. أنا أحتاج إلى مساعدتك في هذه المهمة الصعبة. أحتاج إلى مساعدتك في هذه المهمة الصعبة. Difficult task يعني مهمة صعبة. Task مهمة. Difficult صعبة. أو صعب. I need your help with this difficult task. هي تحتاج إلى مزيد من الوقت لإنهاء المشروع. هو يحتاج إلى بعض الراحة بعد يوم طويل. بعد يوم طويل. He needs some rest after a long day. He needs some rest after a long day. After a long day بعد يوم طويل. He needs some rest after a long day. هم بحاجة إلى اتخاذ قرار قريباً. أو هم بحاجة لاتخاذ قرار قريباً. قرار قريباً. They need to make a decision soon. They need to make a decision soon. Decision يعني قرار. They need to make a decision soon. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التمييز. كيف تتكيف أو كيف تتأقلم مع التغيير؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي كما العادة لكتابة الإجابات في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.